اهلا بكم صحيفة القارديا البريطانية اكدت في تقرير سابق لها بعنوان دليل الارهاب العالمي ان الارهاب في تزايد وتوسع وان عمليات القتل بسببه تضاعفت خمس مرات منذ هجمات ايلول عام 2001 وتتهم الولايات المتحدة الامريكية بانها صنعت شبح الارهاب سواء باستغلال هجمات 11 من ايلول او بتدبيرها لاستغلاله سياسيا لكنها سواء بتخطيطها او بسوء تقديرها اوجدت وحشا حقيقيا هذه المرة سيساهم في رسم الخرائط في منطقة الشرق الاوسط بل وفي العالم الحرب على الارهاب والتوظيف الامريكي لها لتنفيذ مخططاتها في المنطقة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما هي الانجازات التي حققتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الحرب على ما يسمى الارهاب ولماذا استغرقت هذه الحرب الشرسة كل هذا الوقت الطويل برغم الامكانات الهائلة لامريكا وحلفائها وكيف وظفت الولايات المتحدة الامريكية هذه الحرب في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها في تفتيت دول المنطقة او اضعافها ولماذا تضاعف عدد التنظيمات المسلحة الموصوفة بالارهاب وتوسعت وزاد نشاطها وعملياتها المسلحة برغم هذه الحرب الشعوى عليها ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني حاتم الفلاحي بعد احداث الحاد عشر من ايلول عام 2001 رفعت الولايات المتحدة الامريكية شعار مكافحة الارهاب ونصبت نفسها مدافعة عن دول العالم وشعوبها ظهرت تلك المصطلحات بكثرة مرافقة للحدث لتهيئة المناخ الملائم للحرب واجتياح مناطق عديدة الامر الذي زاد من العمليات الارهابية وتنوع اساليبها حتى وصل الامر الى صناعة ارهاب عالمي متعدد الاشكال والمستويات فالحرب على الارهاب التي اعلنها الرئيس الامريكي السابق جورج بوش واستمرت في عهد اوباما ومن ثم ادارة ترامب سقط فيها ملايين القتلى في افغانستان والعراق ودول اخرى وحولت هذه البلدان الى دول فاشلة في كل شيء وبذريعة الحرب على الارهاب منحت الولايات المتحدة نفسها الحق في التدخل في اي مكان من العالم واقامة المحتقلات مثل جوانتنامو في كوبا وابو غريب في العراق وتطبيق قوانين خاصة تتنافى مع كل الاعراف والمواثيق الدولية واتسعى هذا الحق حتى تجاوز سلطة القانون الدولي والضرب به عرض الحائط تكاليف الحرب الامريكية على الارهاب في 76 دولة والمستمرة منذ عام 2001 بلغت 6 تريليونات ونصف تريليون دولار حسب دراسة جديدة لمعهد واتسون للشؤون الدولية نشرتها مجلة ذا ناشيونال الامريكية وسوف تزيد الدين العام الامريكي بنحو 8 تريليونات دولار بحلول عام 2050 الحرب الامريكية على الارهاب لم تقتصر على العراق وافغانستان بل امتدت لتطال دولا اخرى مثل باكستان واليمن والصومال حيث استخدمت واشنطن فيها الاسلحة الثقيلة والطائرات دون طيار والعمليات الخاصة وعملاء الاستخبارات السرية اضافة الى القوات الحكومية في هذه الدول وهكذا وظفت امريكا ما يعرف بالحرب على الارهاب لتحقيق وجود عسكري دائم في مناطق النفوذ والمصالح وتحويل قضية مكافحة الارهاب من هدف الى وسيلة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في هذه الدول التي حولتها الى مسارح للحرب على الارهاب اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في ما يسمى الحرب على الارهاب والتوظيف الامريكي لهذه الحرب ضيوف الطاولة كله من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وايضا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين والعقيد الركن حاتم الفلاحي الخبير العسكري والامني مرحبا بالضيوف الكرام جميعا لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور منذ تقريبا اكثر من عقدين امريكا تقول انها في حرب شرسة ضد ما تسميه الارهاب في عدة مناطق من العالم هناك ايضا تحالف دولي مكون الان من سبعين دولة لحرب ضد تنظيم الدولة او داعش اودت بارواح الملعين من الناس دمرت الكثير من البلدان وغيرها من الخسائر المادية الاخرى السؤال هل فعلا امريكا في حرب ضد الارهاب بسم الله الرحمن الرحيم اولا استاذ ماجد ربما الاشكالية التي نقع فيها التي يعني وقع فيها العالم منذ ما يسمى بالحرب ضد الارهاب لحد الان نعم هو التعريف للارهاب الكل يحاول ان يعرف ما هو الارهاب ما هو مفهوم الارهاب نعم منذ اكثر من ثمان عقود يعني عندما كانت عصبة الامم موجودة وبعدها جاءت الامم المتحدة منذ عصبة الامم المتحدة عام 36 طرح موضوع الارهاب على عصبة الامم المتحدة ولم يجدوا له تعريفا جامعا مانعا مثل ما يقال والامم المتحدة ايضا فشلت والفشل انا اعتقد ليس فشلا يعني عدم قدرة في ايجاد تعريف لكنه مقصود والولايات المتحدة اول الدول المستفيدة من جعل هذا المفهوم عائما حتى يبقى في الفاضن في الفاضن يمكن ان تستخدمه بذلك حرب امريكا ضد الارهاب لا يمكن حصرها في اطار الذي تتحدث به انها تحارب الارهاب وانها تحارب المتطرفين والتطرف طبعا لا يمكن اعتبار كل متطرف ارهابي وكل ارهابي هو متطرف وهذه القضية هاي قضية جدلية يعني هناك تطرف فكري والحجة بالحجة والفكرة بالفكرة هذه قضية اخرى لكن اعود الى الولايات المتحدة الولايات المتحدة التي تتهم العالم كله بالارهاب وتحارب الارهاب دعني اقول لك انه من عام الفثمانمية تاريخ هكذا يقول من عام الفثمانمية وثلاثة وعشرين الى عام الفثمانمية وكمسة وعشرين خلال ثلاث سنوات هذه اذا كان الارهاب مثل ما يقولون هو ارهاب دولة وارهاب اشخاص ويعني نعوم شموسكي المفكر الأمريكي اللي يحترمه يقول أنه الارهاب كل محاولة لإخضاع أو قصر السكان المدنيين أو حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف أو أعمال العلم في هذا التحقيق أهداف سياسية سواء كان الارهاب فردياً أو تقوم به مجموعات أو تمارس دولة إذن الارهاب ينطبق عليه إذا ما مارسته دولة أنا أقول من عام 1823 عام 1825 هذه ثلاث سنوات فقط فقط أمريكا احتلت نيكراقوا البيرو المكسيكي الأرقواي كولومبيا بنما الأرجنتين هندروس آيتي السلفادور هذه الدول في أمريكا الجنوبية كلها احتلت أمريكا واعتدت على شعوبها وصادرت حرياتها في عام 1945 ضربت اليابان بقنبلتين نوع ذرية كنا نعرف في نفس اللحظة 25 ألف مواطن قتلوا أو أصيبوا بحروق وملايين مواطنين من ذلك الوقت لحد الآن يصابون بأمراض سرطانية ومشاكل كبيرة في عام 1947 دخلت في اليونان عام 1950 بالحرب بين الكوريتين والتي حد الآن قبل أيام قالوا أنه جثامين أو ورفات الجنود الأمريكان سيبادلونهم 1958 كنا نعرف دخلت في لبنان واحتلت لبنان 1969 كمبوديا 61 إلى 75 فيتنام لاحظ هذه الدولة التي تدعي أنها تحارب الأرهاب تاريخها كلها أرهاب 1982 غرينادا 1989 فنما 2001 أفغانستان 2003 العراق والقادم لا أعرف يعني الآن أنت تريد أن تقول أنه أمريكا مارست إرهاب الدولة لكن الآن دكتور الآن كل العشرين عام هناك من يشكي في قضية أنه أمريكا تحارب الإرهاب أمريكا خسرت لحد الآن أكثر من 6 تريليونات دولار ونصف وفق دراسات أمريكية ومنها معد واتسون على ما أعتقد وهناك من يقول أن أمريكا لا تحارب الإرهاب هذه خسائر كبيرة فضل عن خسائر في الأرواح إذا كانت أمريكا تحارب الإرهاب وهي تمارس الإرهاب فهذه كارثة كبيرة جدا جدا هي دولة تمارس الإرهاب فكيف تحارب الإرهاب إذا كانت تمارسها نرجع إلى قضية مشكلة أنه ليس هناك من تعريف لقضية الإرهاب أليكس شمده هذا الكاتب المعروف في كتاب الإرهاب السياسي وضع 109 تعريف للإرهاب هم يضعون تعريفات لحالات إرهابية وليس للإرهاب كمفهوم وكصناعة أمريكا هي من تصنع الإرهاب لماذا لا تحتاج إلى تصنع الإرهاب؟ لكي تحتل دول لكي تقول للعالم أنها قوة قادرة أن تدخل وتحت لافتة محاربة الإرهاب تحتل دول وهذا ما حصل في الهراء وهذا السؤال الدكتور عبد الحميد العاني دكتور هل أمريكا بهذه القوة أمريكا بهذه الجسارة وتحدث الدكتور سرد الكثير من محطات تاريخ في تدخلاتها التي لم يعترضها أحد تحتاج إلى قضية الإرهاب لتكون مظلة للتدخل في دول أخرى إسقاط دول إسقاط أنظمة تنفيذ مخططاتها ومشاريحها إذا ما ذهبت بهذا الاتجاه بدون هذا الغطاء من سيوقفها؟ من سيعترض طريقها أصلا؟ بالتأكيد اتخذت هذه أكبر ذريعة لتنفيذ مخططاتها ورغم أنه ربما مثل ما قلت لا يوجد أي جهة أخرى تستطيع أن توقفها لكنها على الأقل تريد أن تتخذ ذريعة لتنفيذ هذه المخططات على الأقل أمام شعبها أمام الرأي العام الأمريكي بذاته الذي كما يعبر عنه دافع الضرائب هناك كما أن هناك دول أخرى تحتاجها أمريكا لأن تكون داعمة لها ومؤيدة لها ومشاركة لها في تنفيذ هذا المخطط العالمي ولذلك رأينا أن هذه المظلة مظلة الإرهاب كانت أفضل وسيلة تستضل بها أمريكا لاتخاذ هذه الأجندة أو هذه المخططات في العالم كله في الشرق الأوسط في احتلال بلدان في تغيير أنظمة في التدخل في غيرها كانت خير وسيلة لتغيير أنظمة لإحتلال البلدان كانت خير وسيلة لاستخدام أراضي دول أخرى لتنفيذ عمليات عسكرية داخل تلك الدول كما قال بوش عام 2003 أن العراق أصبح جبهة متقدمة لمحاربة الإرهاب فكان دائما هذه هي المظلة الرئيسية للعنوان الرئيسي وحتى في أثناء احتلالها للعراق لو رأينا أنها في كثير من المحطات التي اتخذتها في جرائم ارتكبتها داخل العراق كانت أيضا تتخذ هذه أو هذا العنوان يتخذ ذريعة لمثل هذا الأمر كما حدث في اشتياح الفلوجة أو الحرب الفلوجة كما نسمى الحقيقة وأصبح أنه حتى للحكومات أنه الحكومات في تصفية أصبح حجر الكل يستخدمها كل بقضية الإرهاب وما جرى في العراق فأصبحت يعني شماعة للكل يستخدمها لأنها أصبحت مثل شماعة دولية قد تتهم خاصة وسهل جدا حتى بعض الناس المدنيين يعني كما يقال في العراق بدأت تنفيذ نعم أقيد حاتم التنظيمات الإرهابية هي مجموعة من الأفراد غير المدربين أصلا عسكريا وفق المعايير الأكاديمية العسكرية المعتمدة في الجيوش بأسلحة يعني غالبها خفيفة أمريكا الآن يعني القوة الدولية الأكبر روسيا أيضا موجودة حلف الناتو الآن موجود مع دول أخرى بكل هذه الحشود العسكرية الآن في محاربة ما يسمى الإرهاب هل تقتضي هذه التنظيمات الموصوفة بالإرهاب بأفراد مئات من الأفراد أو آلاف من الأفراد بهذه الأسلحة أن تجيش عليها هذه القوة العسكرية التي كانت الحقيقة أيام الحرب الباردة أن الحشود العسكرية السوفيتية لمقابلة الناتو والناتو لمقابلة وارشو الآن على تنظيمات التنظيمات الإرهابية كما توصف بداية تحية لك ولمشاهديكم الكرام أقول بأنه لو جئنا للمشهد الآن في منطقة الشرق الأوسط أو في الدول العربية التي تتهم الآن بالإرهاب سواء كانت في سوريا أو في العراق أو في مناطق أخرى ليبيا وغيرها من الدول وتم رفع تنظيم الدولة من هذه المناطق ما هي الحجة لبقاء القوات الأمريكية أو الروسية في هذه البلدان تنتفي الحاجة لوجود مثل هذه الجيوش بهذه الكثرة العددية ولكن وجود ذريع التنظيم الدولة تعطي هذه الدول يعني شبأ المبرر لبقاها أو لمجيئها إلى هذه الدول وبالتالي احتلال هذه الدول والسيطرة على ثرواتها وما إلى ذلك من أمور أنا أعتقد بأنه ليس بالضرورة أن يكون الإرهاب مباشر قد يكون الإرهاب غير مباشر يعني الآن عندما تدعم الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل منذ زمن بعيد وفي مجلس الأمن وفي غيرها وكثير من القرارات التي تصدر باتجاه إسرائيل تستخدم البيتو أمريكي هذا إرهاب بحد ذاته إضافة إلى هذا عندما تتعامل مع البككة الآن مثلا في سوريا وهي منظمة إرهابية مدروجة على منظمة لائحة المنظمات الإرهابية تتعامل مع هذا التنظيم وفق مصالحها الذي تكيفه الولايات المتحدة لخدمة مصالحها في المنطقة وبالتالي نحن نستخدم هذا المصطلح بوجود القوات الأمريكية بهذه الكثرة العددية سواء لروسيا أو للمتحدة الأمريكية إيجاد المبرر لبقاء هذه القوات في هذه المنطقة هو بوجود تنظيم الدولة واعتبار هذه المنظمات هي منظمات إرهابية وبالتالي يجب أن تجيش الجيوش وتدخل هذه المنطقة للسيطرة عليها بشكل كبير جدا أنا أعتقد بأنه مسألة مكافحة الإرهاب بداية إذا ما أردنا أن نتكلم هناك إرهاب فكري هناك إرهاب عقدي هناك إرهاب سياسي هناك أنواع كثيرة من الإرهاب يمكن أن تعالج بأساليب غير استخدام القوة وبالتالي عندما تأتي الولايات المتحدة في عام 2003 وتخرج عن مجلس الأمن مع بريطانيا وتأتي إلى احتلال العراق أليس هذا إرهاب؟ طيب في هذه النقطة لا سمحت لعقيد حاتم في حديث عن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى هذه التنظيمات الإرهابية إدامتها واستمرارها حتى تكون ذريعة للانتشار في المنطقة هل تعتقد أن أمريكا وحلفها قادرون على إنهاء الظاهر الإرهابية بوقت قياسي؟ قادرون؟ نعم أكيد أمريكا قادرة على أن تضع حد لهذه التنظيمات الإرهابية ولكن أمريكا لا تريد إنهاء هذه التنظيمات لأن بقاءها يعني بقاء أمريكا في المنطقة وبالتالي عملية الابتزاز الآن التي تجري في الخليج العربي وفي كثير من الدول هي مطلوبة لأمريكا يعني عندما تأتي الآن وترفع من المشهد إيران أيضا فما حجة ابتزاز دول الخليج بهذه الأموال الكثيرة التي تعطى الآن المتحدة أو عملية شراء الأسلحة من المتحدة الأمريكية أو من روسيا أو تقديم إلى الصين وغيرها من الدول الأخرى إذن نحن نتكلم عن مشروع متكامل تديره الدول الكبرى تحاول أن تبتز دول هذه المنطقة توظيف للظاهر الإرهابية ما يسمى الظاهر الإرهابية هذا ما يجري نعم بوجود هذه القوات بهذه الكثرة العددية وبالتالي تسويق أسلحتها والسيطرة على ثروات هذه البلدان وتدميرها والمجيء بأنظمة سياسية تخدم المصالح الأمريكية في المنطقة نعم دكتور رافع هل تعتقد أن الحرب الأمريكية على الإرهاب أصلاً انحرفت عن مسارها وأهدافها الأصلية وهو التصدي للإرهاب اجتثاث الإرهاب تخليص العالم من شرور الإرهاب انحرفت بفعل عوامل وتأثيرات مختلفة ولذلك كل هذا الخراب موجود الآن في دول المنطقة بخاصة في سوريا في العراق سوريا ليبيا وما غيرها أم أن هذه الأهداف هي المطلوبة فعلاً والقضية ليس هناك لا انحراف ولا انحراف عن المسار أبدان أستاذ ماجد هذا هو مخطط من البداية من البداية كان وإذا نذكر واخذنا العراق كمثال واضح وعملي وموجود ويمكن القياس عليه منذ البداية كان هناك خلط واضح بين مفهوم الإرهاب ومفهوم الإجراءات الأخرى المهمة مثل المقاومة النضال من أجل الاستقلال من الذي خلطه هذه؟ الأمريكان الأمريكان واضح جداً جداً يعني المحتل مباشرة خلط واعتبر كل المقاومين وهو حق تكفي له القوانين تكفي له الأديان حق المقاومة للشعوب الشعوب التي تدافع عن أرضها عن بلدها عن مالها عن عرضها تدافع عن دماؤها من حقها أن تتقاوم وبلد محتل وأمريكا وبريطانيا هل أمريكا من خلطت أو مارست أو حاولت أن تخلط الإرهاب بالمقاومة أم أنه فعلاً كان هناك عملية خلط وتداخل بين الإرهاب والمقاومة؟ تقرير تشلكوت البريطاني اللي صدر عام 2016 نعم يقول بالنص يعني التقرير يؤكد أن أمريكا استخدمت فرق موت سرية من عام 2003 فرق موت سرية فرق إرهابية مسخرة استهداف أطراف متعددة بالنص في العراق بشكل سري وألقاء اللون بذلك على أطراف أخرى تحدث والتقرير أيضاً يذكر يذكر أن الحكومة الأمريكية أنشأت مكتب سمية مكتب الخطط الخاصة بإشراف أو بإدارة والفوتيتس اللي كان مساعد وزير الدفاع في وقتها نعم ودوغلاس فيت وبالتالي بإشراف بولو بريمر الحاكم الأمريكي هذا كان مهمة هذا واحدة من مهمات هذا المكتب هو صناعة الميليشيات اللي نقروبونتي أسسها جابوا نقروبونتي أيضاً التقرير تحدث عن صناعة السيديات تتضمن عمليات إرهابية ونسبتها إلى تنظيمات إرهابية نعم ربما سيقولون هذه غير موثقة لكن هذا تقرير بريطاني شريكهم في احتلال العراق والأمم المتحدة أصدرت قرار اعتبرت أمريكا وبريطانيا دولتها احتلال للعراق نعم من هي دول احتلال وتصرف بهذه الطريقة إذن هي تريد أن تخلق حالة من الإرهاب أن تمارس حكم العراق بالإرهاب العراق كل أهل العراق كان كل الشعب العراقي هو إرهابي هو خطر وإذا كنا نتذكر كل عرباتهم التي كانت تسير في الطرق وسيد العقيد ممكن يتحدث لنا بهذا الموضوع أكثر وهي قضية عسكرية كل العربات التي كانت تسير في بغداد كانت تحمل عبارة أنه كل مستهدفين وكانت الأسلحة موجهة على الناس إضافة إلى فرق الشركات الخاصة اللي جاءوا بها بلاك ووتر وغيرها اللي جاءوا بها كانت تقتل وهي مرتزقة مجامع مرتزقة وقتل معروفين وعليهم أحكام جاءوا بهم إلى العراق لتصفية العراق لكن إذن هي أمريكا مارسة الأرهاب لكي تخلط الأوراق لكي تستخدم القوة بالشكل الذي تريده والتحدث عن الأرهاب هذه القضية فمن خلق الأرهاب لأنه قبل 2003 لا يمكن الحديث عن العراق بأنه بلد أرهاب هذا ليس دفاعا عن نظام سابق ما لا علاقة نحن نتحدث عن واقع وصف لواقع هل كان العراق بكل التقارير الدولية بلد أرهابي وفيها عدد تقارير الأمريكية تقارير التي يعني كانت أمريكا تحاصر العراق قبل هذا لم يكن في العراق منظمات أرهابية وميليشيات وبهذه الطريقة لم تكن موجودة بعد 2003 ظهر الأرهاب بهذه الطريقة واستفحل بعد عام 2006 واستخدم طائفيا واستخدم لتهجير الناس وتغيير ديمغرافي قتل الناس وسحلهم وتفرقة وتمزيق للشعب إذن أمريكا استخدمت الأرهاب لإثارة الفوضى وكان هو الأرهاب بداية إطلاق هذا ما يسموه المارد من القمقم مارد الفوضى الخلاقة ما سميه بالفوضى الخلاقة لكي يصل الحال ما وصل إليه الآن في العراق وفي سوريا وفي مناطق كثيرة بالفوضى الخلاقة الأرهاب كان هو الأساس إذن أمريكا خططت لأن تأتي بالإرهاب إلى هذه المنطقة وتمارس وهي بنفسها حولت العراق إلى ميدان الرمي والشعب العراقي هم أهداف متحركة داخل هذا الميدان وكانت تستخدم قوات وميليشيات ومرتزقة وكل الأجراء في استياد العراقين بهذه الطريقة واستخدام الأرهاب إذن أمريكا هي لستخدام الأرهاب وبالطالي ليس هناك لنحراف لأهداف الأرهاب هذه كانت أهدافهم من البداية والأرهاب كان وسيلتهم لفرض إرادتهم فرض إرادة الاحتلال على العراق وعلى مناطق قغرة وتغييرها بالفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد وهذه التسميات نعم سنتحدث أيضا عن الوقت الذي استغرقت هذه الحرب حرب الإرهاب كل هذا الوقت عشرين سنة وأكثر وأيضا التداعيات هذه الحرب وما خلفت أيضا على الذين يفترض أن أمريكا تدافع عنهم نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في ما يسمى الحرب على الإرهاب والتوظيف الأمريكي لها ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والعقيد الركن حاتم الفلاحي دكتور عبد الحميد العاني هل تعتقد أن الرأي العام في العراق كان يفرق ويميز بين ما يسمى الإرهاب والمقاومة الوطنية التي كانت تستهدف الغوزات وأن عملية الخلط التي مارستها أمريكا وطبعا أصدقاء أمريكا في العراق لم تنطلي كان يميز ويفرق ولم يظلل يعني هناك مقاومة وهناك إرهاب هل فعلا كان هذا التفريق أو التمييز موجود؟ بالأكيد غالبية الشعب العراقي الذي كان تصدى للاحتلال الأمريكي بمقاومته هو كان يدرك هذا الأمر إلا من ارتضى أن يكون مستظلا بظل الاحتلال وتابعا للأحزاب التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي وهنا أذكر بخطبة شهيرة للشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى في عام 2005 حينما تحدث عن الإرهاب الذي كانت تستضل به أمريكا وتتخذه ذريعة في مهاجمتها للمدن فحدد قال الإرهاب في العراق هو خمسة أنواع وعلى رأس هذه الأنواع هو الإرهاب الذي تمارسه قوات الاحتلال الأمريكي ثم بعده طبعا إرهاب المخابرات الدولية التي تمارس دورها أو دوارا تخريبية في العراق وإرهاب الحكومي بأجهزة الأمنية وإرهاب الميليشيات للأحزاب الحكومية ولا سيبا المرتبطة بإيران وأخيرا بعض الذين ينتسبون إلى المقاومة بارتكابهم بعض الأخطاء وبعض الأعمال التي تصنف إرهابيا إذن هنا كان هناك وعي واضح لدى هذه الجهات لدى النخب لدى خاصة لسيما عند القوى المناهضة للاحتلال في حينها كان هناك إدراك واضح لهذا الأمر وفي أدبيات المقاومة في تلك السنين نجد أن هذه الفصائل المقاومة كانت تبين وتوضح هذا الأمر وتؤكد على أنه يجب التفريق بين حقها المشروع في مقاومة الاحتلال وبين ما ترتكبه القوات الأبريكية ومن يساندها من أعمال إرهابية وكانت القوى المناهضة تؤكد على هذا الأمر ووجدنا أن هذا الأمر أخذ صداه حتى خارج العراق في العديد من البلاد العربية بل الأوروبية حينما تحدث بعض المؤيدين والمناصرين للقضية العراقية بنفس هذا الإطافة كان هناك وعيا ونجحت حقيقة نجحت الفصائل أعتقد في ذلك الوقت ومن يساندها في إصال صوتها إلى الأمر لكن بعد ذلك كما نعلم حدث ما حدث في خلط متعمد للأوراق وإيجاد بعض النماذج التي أساءت إلى هذه المسير أقيد حاتم من ناحية التحليل العسكري هذه الحرب على الإرهاب مستمرة منذ أكثر من عشرين عام أمريكا والعالم في حرب مستمرة متعددة المستويات الحرب هذه أخرت كل هذا الوقت هل شيء طبيعي في الحروب في الصراعات العسكرية أن القوتين العظميين ومعها حلف من سبعين دولة تستغرق عشرين سنة لمحاربة تنظيمات مسلحة أفراد معدودين أم أنه عامل الوقت مقصود به المط لأنه مرتبط بحسابات من يشن هذه الحرب ومشاريع ومخططاته نعم أكيد يعني بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة كان لابد من إيجاد عدو للولايات المتحدة الأمريكية أو تضخيم عدو أو تضخيم عدو جديد تستطيع أن تمرر مشاريعها وخططها في المنطقة من خلال هذا العدو في عام 2001 بتفجيرات 11 من سبتمبر تم إدخال أمريكا في الحرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب بقيت مستمرة من ذلك الآن إلى عام 2010 عندما تم تغيير استراتيجية الولايات المتحدة بأنه الحرب لن تكون على الإرهاب أو على الإسلام وإنما ستكون على تنظيمات مثل تنظيمات القاعدة وما إلى ذلك من أمور أنا أعتقد بأنه هذه الحرب الطويلة هي يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة أرادت أن تمط في هذه الحرب لإجراء مخططاتها ومشاريعها في المنطقة وبالتالي لو جئنا إلى مسألة 2014 ودخول تنظيم الدولة والسيطرة في العراق على مساحات واسعة من الأراضي كانت هناك تصريحات أمريكية تقول بأن تنظيم الدولة سيبقى لمدة خمس سنوات وستستمر الحرب لفترة طويلة جدا ولكن أنا أعتقد بأنه هناك تصريحات منقات 30 سنة نعم فلذلك مسألة الحرب على الإرهاب تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كذريعة لها لتسيير خططها ومشاريعها في المنطقة وبالتالي الآن انتهت تنظيم الدولة في العراق ما ذريعت بقاء القوات الأمريكية في العراق وبوجود أعداد كبيرة جدا يعني في بداية الحرب كان هناك مستشارين كان يجب أن تكون القوات بضخامتها لأن تنظيم الدولة كان في أوج قوات تلك الفترة كيف التنظيم انتهى وأبو مهد المهندس يتحدث عن 20 ألف مقاتل لا زال موجود هذا العامر يتحدث يحلف بالعباس أن الحرب على الإرهاب مستمرة وآخرين أيضا يتحدثون والإرهاب ما زال يضرب في أمريكا في الغرب قبل يوما كانت هناك عملية إرهابية في السعودية في الطائف نعم هذه التصريحات سواء كانت للحشد هي لتبرير بقاء هذه القوات أو بأنه العراق لا زال مهدد وبالتالي لا يمكن للحكومة العراقية أو لا يمكن للحكومة الموجودة في بغداد أو إلى القوات الأمريكية المتواجدة بأن تطالب بحل الحشد وإضفاءه شرعيتها على المؤسسة الأمنية بدمج كثير من القطعات وإنهاء الحشد كقوة عسكرية تكون موازية هذه المرة الآن ميليشيا الحشد وإيران توظف الإرهاب أيضا لمصالحها دول المنطقة الآن سواء كانت إيران سواء كانت روسيا سواء كانت أمريكا الكل يستثمر في خضية الإرهاب الكل يستثمر الآن في مسألة الإرهاب الآن حتى الناتو الآن التصريح الجديد بأنه سيفتح كلية لتدريب القوات العراقية وسيكون هناك تواجد الناتو في الفترة المقبلة في العراق لمواجهة الإرهاب القادم في العراق عام 250 مستشار عسكر إذن نحن نتكلم عن توظيف الإرهاب لخدمة مصالح دول أخرى لا تمت بصلة إلى الشعب العراقي ولا إلى الشعب السوري وما إلى ذلك علما بأنه كثير من المنظمات الآن المتواجدة سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في العراق هي أصلا هي ميليشيات مدعومة ميليشيات إرهابية أقامتها الدولة يعني إرهاب الدولة يقسم إلى أقسام متعددة يعني كيف؟ هناك على المستوى المحلي يمكن لك أن تقيم مجموعات هذه المجموعات تكون مدعومة من الدولة سواء كانت بالسلاح وهذا ما حصل في العراق عندما تم تشكيل ميليشيات الحجر الشعبي مناقضة للدستور في الفقرة تاسعا بعدم تشكيل ميليشيات خارج القطار القوات المسلحة وبالتالي هذه الميليشيات هي ميليشيات مدعومة بشكل كبير جدا من قبل الدولة الآن أصبحت تشكل عبئ كبير جدا على الدولة وعلى الحكومة في الفترة المقبلة وهذا ما أثار حفيظة الأمريكية وكثير من دول الجوار لأن كثير من هذه الميليشيات هي ميليشيات منفلتة لا تعمل بقوانين الدولة ولا تأتمر بأمرة الحكومة ولا بأمرة القائد القوات العامة والقوات المسلحة وبالتالي نسمع كثير من التصريحات لكثير من قادة الفصائل بأنه ستكون لهم ممارسات قتالية سواء كانت في اليمن أو في سوريا أو حيث تقتضي مصلحة المقاومة وكثير منهم من يصرح بأننا نحن لا نأتمر بأمرة الدولة وإنما نأتمر بأمرة الولي الفقه في إيران إذن كثير من الأمور توظف من قبل دول سواء كانت إيران أو روسيا أو أمريكا خدمة لمصالحها في المنطقة وتصيب الويلات هذه الشعوب المنكوبة نتيجة تسلط هذه القوة الظالمة عليها على ذكر ويلات هذه الشعوب دكتور رافع إذا كانت هذه الحرب الأمريكية العالمية على الإرهاب تستهدف الإرهاب هدفها إزالة الإرهاب تخليص العالم من الإرهاب وشرور الإرهاب لماذا عم كل هذا القتل والخراب للبلدان التي أمريكا جاءت للدفاع عنها وعن شعوبها الآن في العراق في سوريا في ليبيا ملايين القتلى ملايين المشردين بلدان كلها فاشلة وكأن هذه البلدان هي التي دفعت ثمن بحجة حمايتها من الإرهاب أولا هذا يعيدنا أستاذ ماجد للسؤال الأساسي لماذا جاءت الولايات المتحدة واحتلت العراق هل جاءت الولايات المتحدة واحتلت العراق يعني لأجل عيون العراقين ودفاعنا عن الديمقراطية وتحرير البلد من الدكتورية كما دعت وتطوير البلد وصناعة عراق جديد مزدهر نموذج للآخرين ديمقراطي هذا الحقيقة بعدك مصطع السنة ما يقرب مصطع السنة الآن التجربة واضحة خير مثال على هذا الذي تقوله الولايات المتحدة كان كذبا وكان رياء وكان مصيبة كبيرة وكارثة كبيرة معلّ بالعراق من عام 2003 لحد الآن كارثة بكل المقاييس وهذا خطأ أمريكا لو خطأ هاي الطبقة التي تحكم في العراق أمريكا هكذا رادت مشروع الاحتلال للعراق هكذا يريد العراق لم تأتي أمريكا ولا يأتي محتل لتعمير بلد لرفاهيته جاء لتدمير هذا البلد لقراب هذا البلد وهذا ما يحصل في كل البلدان الآن كل هذه البلدان التي تدخلت فيها أمريكا وتدخل أي استعمار وصل بالحال إلى هذا المنوال فلذلك أمريكا لم تأتي للعراق من أجل هذه اللافتة البراقة صناعة بلد جديد تخليصة من الإرهاب تخليصة كذبة كبيرة بالعكس العراق الآن بلد يعني خرب تحول إلى كارثة كبيرة ويعني أهله يعانون منذ عام 2003 لحد الآن أكثر من مليونين قتيل مهجرين مهاجرين فقراء دمار لحد الآن شعب العراق يتظاهر مطالبا بالكهرباء والماء اللي هي أبسط متطلبات الحياة هذه أمريكا التي جاءت لمواجهة الإرهاب والتطرف وإزالة الدكتاتورية مثل ما تدعي يعني هؤلاء محرومون في النهاية دكتور بسبب أن انشغال الدولة بالحرب على الإرهاب انشغلت وخصصت كل هذه الميزانيات لتخريصهم على الأقل من الإرهاب الحفاظ على أرواحهم ثم الانتقال إلى مرحلة توفير هذه الخدمات لو لا الإرهاب كانت الخدمات هذه موجودة طيب حرب الإرهاب إذا كان هذا الموضوع بهذا الشكل يعني ما تقول بكومة نعم سأعود مرة أخرى إلى ما قاله أخي الدكتور عبد الحميد وذكر ما قاله الشيخ حارث رحمه الله عن أنواع الإرهاب في العراق وأعود وكررها مرة أخرى ربما ربما أزيد عليها أنواع الإرهاب الموجودة في العراق منذ عام 2003 إلى الآن هي بالشكل التالي إرهاب دولي استخدام القوة اللاشرعية أمريكا دخلت بلد بدون موافقة الأمم المتحدة بدون قرار شرعي لاحتلال بلد وقتل أهله وتدميره وتخريب هذا واحد الثاني إرهاب وافد منظمات مرترطة بأجهزة استخبارات ومخابرات عالمية عالمية وإقليمية دخلت العراق وكثيرة من القاعدة وغيرها وغيرها إرهاب السلطة السلطة التي أرهبت الناس اللي سرقت الأموال وفزدت وخربت وفرقت الناس بقرارات طائفية وبسياسات طائفية وهذا السني وهذا الشيع وهذا كردي وهذا عربي ووضع الدستور مبني على المكونات ثمان مرات في الدستور ذكرة المكونات ولم تذكر المواطنة هذا كل تفريق هذا جزء من الإرهاب إرهاب لتمزيق الشعب ما هو الإرهاب إذا كان بالنتيجة يمزق الشعب فهو هذا الإرهاب الإرهاب الآخر هو إرهاب المرتزقة إرهاب الشركات التي جاءت بها أمريكا الشركات الحماية الخاصة وذكرناها إرهاب الميليشيات خامساً إرهاب الميليشيات هذه التي صنعها نقرابونتي وغيرها و جاءت من إيران والآن هي التي تحكم العراق وتسعيد المشهد في العراق الإرهاب الآخر إرهاب العصابات التي تنتشر في العراق والإرهاب الأخير اللي يعاني منه الآن الشعب العراقي ويعاني منه منه في الثلاثة إرهاب الرأي إرهاب الرأي إلعان هذه التظاهرات الآن اللي يقتل بالشارع اللي يقول رأيه يقال بالكهرباء ويسحل في مقر لعصائب ميليشي العصائب أطلق النار على متظاهرين فلما يسمعون التظاهرات قالوا هذه ميليشي العصائب إذن دولة داعش هؤلاء داعش لا يفرقون عن داعش يعني هذا الاتهام من قبل نار هذه أشكال الإرهاب الموجودة بالله من صنع هذا الإرهاب هذا صناعة صنعته أمريكا أمريكا لم تأتي للعراق لتخلص العراق من الإرهاب لا هي جاءت بالإرهاب لتعم الفوضى وبالتالي من خلال هذه الفوضى تحكم العراق بالفوضى في هذه النقطة دكتور في هذه الدول الآن التي تأن من الحرب الأمريكية على الإرهاب بسبب هذا الخراب والقصف الذي موجود والقتل لماذا هذه الدول لم تأخذ زمام المبادرة بالدفاع عن أنفسها بوجه هذا الإرهاب في عام 2014 عندما سيطر تنظيم داعش أو الدولة على الموصل ذهب العبادي إلى مجلس الأمن يستجدي ويطلب من دول العالم أن يأتوا إلينا وأقصفوا في الموصل وأقصفوا في الأنبار خلصونا من الإرهاب وطبعا هذا ينطبق أيضا في سوريا التي استدعت روسيا وغير الدول لماذا هذه الدول لم تأخذ زمام المبادرة وتدافع عن أنفسها لماذا تستدعي أمريكا وروسيا ثم تقول والله بلداننا دمرت بفعل هذه الحرب على الإرهاب ولذلك نحن نناقش ما هو الإرهاب وما هو تعريف وما هو أسبابه نجد أنه حتى كثير من هذه الأمور التي لو سلمنا أنها فعلا هي إرهاب نجد أن الحكومة العراقية بسياساتها المتعمدة كانت سببا في صناعة أزمات أدت إلى مثل ظهور هذه الأمور كل السياسات منذ بداية الاحتلاء منذ استلامها الحكومة تكافر الإرهاب أم تصنع الإرهاب؟ الحكومات هي التي صنعت الإرهاب وصنعت الأسباب المؤدية للإرهاب وصنعت أزمات يعني اليوم على سبيل المثال اليوم ما يحصل من قتل من تجويع من جوع من عاطلين على العمل من فقدان أو حرمان الناس من خدماتهم ألا يؤدي هذا إلى ظهور خروج الناس إلى في هذه التظاهرات ومطالبتها بحقوقهم هذا يعني لو افترضنا أو فقط أخذنا بنظر الاعتبار أو ركزنا على جانب من جوانب العراق اللي هي المحافظات التي ظهرت وانتفضت ضد الظلم لماذا ظهرت أو انتفضت المحافظات في عام 2012 وما بعدها لماذا؟ طب بمناسبة هي نفس الأسباب التي انتفض وظهر ثارة منها أجيها اليوم لكن في ذلك الوقت كان هناك ظلم ولا سيم الاعتقالات ونفس التهامات تقريبا تساغل المتظاهرين لها لكن الفرق أن كان في تعامل هذه الحكومة في مع هؤلاء المتظاهرين فوجدنا أن هذه الحكومات هي صانعة للأزمات ثانيا كيف تعاملت هذه الحكومات والعالم كل مع هذه يعني ازدواجية المعايير هي ليست فقط باتت سمة رئيسية لأمريكا بل لكل من صنعتهم أمريكا في ذلك فعلى سبيل المثال كيف تعاملت الحكومات هذه مع المتظاهرين كيف تعاملت هذه الحكومات وهذه الدول في حربها مع الإرهاب من أجل محاربة منظمة تصنف إرهابيا دمرت مدن بأكملها دمرت الموصل دمرت الأنبار الفلوجة والرمادي وغيرها إذن هناك ازدواجية معايير في تصنيف الإرهاب في تصنيف المنظمات هل هي إرهابية أو غير إرهابية في تصنيف الفعلي يعني أحيانا نفس المنظمة هذه المنظمة إذا فعلت فعلين تصف هذا الفعل بأنه إرهابي وهذا الفعل غير إرهابي بحسب الفاعل وأحيانا بحسب المستهدف ولذلك أصبح الميار في قضية هذا إرهاب أو غير إرهاب تهديده أو مناهضته أو مخالفته للمصالح الأمريكية بالدرجة الأساس على سبيل المثال نأخذ نقطة ربما نختم بها وهي قاسم سليماني يعني مصنف إرهابي لكنه رأيناه في حرب الموصل الطائرات الأمريكية تحميه من الجو وتمهد له الطريق بسياسة الأرض المحروقة وترسل أمريكا خبراء عسكريين يشاطرونه التخطيط لأرض المعركة وبعد ذلك يسمى إرهابيا فأي إرهاب يحارب وأي إرهاب يراد تخليص العالم منه بل هم الإرهاب وصانعي سلام عليكم سمع حديث دكتور عبد الحميد لا أنا سأطرح سؤال يعني مستلمن حديث دكتور عبد الحميد وحديث دقيق يعني هل هناك إرهاب مشروع وإرهاب لا مشروع وهذا السؤال اللي يطرح نفسه الآن العالم تحدث عن ازدواجية المعايير يقول أنه هناك إرهاب مشروع وهناك إرهاب لا مشروع فما هو الإرهاب المشروع والإرهاب اللا مشروع وقد يجيب يستحضر في هذا جواب جون كيري للمعارضة السورية في نيويورك قالوا لماذا لا تستهدف الميليشيات الإيرانية في سوريا قال هؤلاء إرهابين لكن لا يهددوننا إذن هذا هو مصلح الأمريكي وماكرون أيضا قال الأسد عدو لشعبه لكنه ليس عدو لنا ولا يهددنا يعني ربما هذا يساعد في جواب عقيد روكن حاتم يعني الحرب بدأت على الإرهاب في عام 2001 بعد أحداث الحادي عشر من أيلور سبتمبر كانت هناك منظمة اسمها القاعدة الآن بعد عشرين سنة بدل أن تنتهي هذه المنظمة كما تقول أمريكا هذه المنظمات تناسلت وانشطرت وأصبحت بالعشرات برغم كل هذه الحرب الشعوى عليها زادت عملياتها أصبح لها فروع في كل دول العالم أليس هذا أمرا غريبا ألا الولايات المتحدة تتوقف عند هذه الحقيقة التي تقول ربما هذا المسار الذي نحن فيه قد فشلنا فيه في الحرب على الإرهاب نعم أكيد أنه والعالم أصبح قل أمنا نعم تشضي جماعات التي تتهمها أمريكا بالإرهابية إلى جماعات مختلفة فيه غراءات مختلفة حقيقة هذه المسألة أولا لو جئنا الآن إلى المشهد السوري ورأينا عدد الجماعات المسلحة الموجودة على المشهد السوري سواء كانت جواعات إسلامية متهمة بالتشدد أو كانت معتدلة أو ما إلى ذلك من جماعات وجود هذه الجماعات ودعم هذه الجماعات من قبل جهات خارجية يؤدي إلى عدم محدة القرار أو عدم محدة القيادة وبالتالي هي مسألة تطالبها أمريكا يعني أمريكا الآن عندما تقاتل في العراق أو تقاتل في سوريا لا تقاتل من خلال جيوش نظامية في هذه الفترة وإنما تقاتل من خلال وكلاء لها في المنطقة في سوريا تستخدم مثلا قوات سوريا الديمقراطية في البداية أرادت أن تجند عدد من فصائل الجيش الحر ولكن رفضوا الناس أن يعملوا تحت الوصايا أو العالم الأمريكي في العراق تم استحداث مثلا الحجد الشعبي أو القوات الكردية وتم استخدامها فيها الفترة وقبلها الصحوات إذن نحن نتكلم أمريكا تريد أن تعمل أو تريد أن هذه الجماعات أن تتقاتل فيما بيدها قبل أن تقاتلها أمريكا وبالتالي هي إضعاف وتدمير للبلد بشكل كبير جدا وهيمنة وسيطرة أمريكية أيضا كبيرة جدا وإطارة أمد الصراع وهذا ما حصل يعني عندما نتكلم عن الإرهاب مثلا هناك إرهاب فردي تقوم به مجموعة أو فرد أو ما إلى ذلك وهناك إرهاب مؤسسي الإرهاب المؤسسي هو ما تقوم به سلطات الدولة بتعاملها مع الشعب يعني عندما نتكلم الآن عن الإرهاب التي تمارسه كثير من وحدات الميليشيات المتواجدة في مناطق أهل السنة أو من خلال تسييس القضاء أو من خلال البطالة كثير من هذه تدفع الناس إلى العمل الإرهابي أو نتيجة وقوع ظلم جائر كبير جدا على شريحة كبيرة جدا من الشعب أو هناك إرهاب تمارسه المافيات المافيات إن هناك عصابات منتشرة بشكل كبير جدا تقوم بعمليات الخطوف وعمليات الاختيالات وما إلى ذلك وما حصل في عام 2007 هو خير دليل على انفلات هذه الميليشيات وهذه العصابات وعدم قدرة الدولة على السيطرة عليها حتى القوات الأمريكية بل استخدمتها لممارسة الإرهاب في كثير من مناطق العراق إضافة إلى هذا بأن الدولة الآن بدأت هي من تمارس هذا الإرهاب من خلال الميليشيات المنتشرة في العراق وإدراج الشرعية عليها بإصدار قوانين وما إلى ذلك الإرهاب الدولي أيضا يمارس من قبل أمريكا وحلفائها في المنطقة بشكل كبير جدا الآن من خلال استخدام القصف الجوي سواء كان في العراق أو عندما استخدمتها إسرائيل في ضرب مفاعل تموز أو في ضرب ليبيا أو في ضرب السودان أو في ضرب تونس جميع هذه العمليات تمارسها أمريكا بشكل كبير جدا إذن عندما نتكلم عن المجامع الإرهابية الآن وتشضيها بهذه الكثرة أنا أعتقد أمريكا تريد لهذا الأمر أن ينتشر ويريد للناس أن تتقاتل فيما بينها وبالتالي تستحوذ على المشهد بشكل كبير جدا أو تقوم بعد ذلك أو جزء من الفوضى الخلاقة في المنطقة التي ربما بشرت بها أشكرك عقيد ركن حاتم إذن بها نصل إلى أختام هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في ما يسمى الحرب على الإرهاب والتوظيف الأمريكي لها سياسيا وعسكريا وأمنيا لم يتبقى لنا إلا نشكر ضيوفنا الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين والعقيد الركن حاتم الفلاحي الخبير العسكري والأمني نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي الذي يرفضنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة شكرا لعقيد ركن حاتم ودكتور عبد الحميد العاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن دكتور بعد عشرين سنة مما يسمى الحرب على الإرهاب الحرب الأمريكية وحلفائها بعد خمس طعش سنة من هذا الحصاد المر في العراق يبدو أن الحرب على الإرهاب تحولت إلى الإرهاب بعينه نعم يعني هو الإرهاب صار الحرب على الإرهاب هو الإرهاب بعينه هذه قضية مقصودة أستاذ ماجد وإذا تطلع على آخر تقرير الأمم المتحدة عن حال السكان في العالم تحدث تقرير الأمم المتحدة بشكل سريع عن مليار مواطن عاطل عن العمر تحدث عن مليارين مواطن الآن يعانون من الفقر يتحدث عن مليار ونص مواطن تحت خط الفقر يعانون من سوء التغذية يتحدث عن واقع مؤلم جداً 2% من سكان الأرض يتحكمون بـ 78% من ثروات ومقدرات العالم فبالتالي هذه الـ 2% اللي من ضمنها حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والقوة العالمية تريد أن تبقى مهيمنة على العالم لا مجالة للهيمنة على العالم وسلب الشعوب وسلب الدول قدراتها وثرواتها إلا بما يسمى بالحرب على الإرهاب سيطر عليها تحكم بها احتلالها إشاعة الفوضى الفوضى الخلاقة لو لا الإرهاب لما انطلقت ما يسمى بالفوضى الخلاقة ارتبطت هذه بهذه فبالتالي الإرهاب عملة مطلوبة صناعة أمريكية صناعة أوروبية صناعة دول قوية دول تتحكم بالعالم لتحقيق مصالح ذاتية نعم تريد لهذا الموضوع أن يستمر وأن تعاني منه الدول وأن تكون الدول هذه الفقيرة الدول المستضعف الآن هي ساحات هذا الصراع تدفع الثمن شعوبها تدفع من ثرواتها ومن دماغها وهذا ما يحصل والعراق مثال واضح على ذلك كما قال بوش العراق أصبح جبهة متقدمة للحرب على الإرهاب في عام 2003 أشكر للدكتور نلتق إن شاء الله في الأسبوع شكرا لكم 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 اشتركوا في القناة